تحب تبدأ بيه؟ قبل ما نخش في الفني لأن الفني كله مطر... لا ما هو ده فني برضه؟ مهاش قبل ما نخش في الفني فيما يتعلق باللقطات لأنها كلها ربطة بعضها قصة الحلول اللي بتاري يلاقيها كلر الأدوار الجديدة كل ده هو مربوط كله بخط واحد قبل ما نخش في دي نجي في لقطة منفصلة لناس كلها بتتسأل عليها من مبرح وشفت ناس كتير جداً سوى سوشيال ميديا أو غيره بيحاولوا يكتهدوا هو كان إيه سر اللقطة بتاعت الورقة بتاعت محمد عبد المنعم لما ادهالوا الكهرباء من كولر في الشوط التاني الأهلي بترى الشوط التاني يعاني من بعض المشاكل لو نعرض اللقطة حد نتكلم بترى يعاني من بعض المشاكل في الأطراف الاختراقات على الأطراف الأهلي بيحاول يضغط فوق بيصنع فرص كتير جداً لكن كان فيه لعيب هو مسؤول عن أنه يكون لعيب الـ 12 مع فارق مبرح من النادي الأهلي هجيله بعد شوان لكن وانت عمل بتضيع بتضيع دي اللقطة دي اللقطة الورقة اللي اداها كهرباء وبيتكلم على وبيشاور له خلي بالك وبيشاور له فين بيشاور له ورق ناحية الشمال اللي هي الجبأ اللي كان جوز أمور المختار بس وقفين 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 هم التلاتة دول اللي كانوا مكتبين في الورقة خدوا تكلفات جديدة جوه الملعب علشان ملعب يتزبط يبقى فيه عمق فيه ما يخص الارتداد فيما يخص الارتداد بعد ما يفقد النادي الأهلي الكرة اتنين اللاعبة كانوا مسؤولين يقفلوا القناتين دايماً يا كريم في أي حلقة بنتكلم الملعب ما سوم خمس قنوات بالطول اطراف خالص برة واحد وخمسة بعد يبريتكلم على اتنين واربعة وفي العنق رقم ثلاثة فالمسؤول عن القناة رقم اتنين والقناة رقم اربعة دول اللي خدوا التكلفات دي الأهلي هيبتدي هو بيبني من وراء أو هو لسه ما طلعش بالكرة أو هو فاقد الكرة يبقى عنده لعيب تالت جيب لي اللوقت اللي بعدية هو وقف بس بصها كريم التكليف كان ديانج نازل يلعب لعيب مركز 8 ناحية اليمين خد التكليف انه يلعب في العنق يبقى هو لعيب رقم 6 ما كان ميلي بيلعب رقم 6 مرة وراء عطية وخد تكليف مرة وان ما تمشيش وقف هنا وخد تكليف مرة وان انه يبقى تالت في خط الدفاع عشان يقفل وراء كريم فؤاد فيدي اريحية الكريم فؤاد انه يشتغل بعد كده فالتكليفة كلها كانت الاصطناقية اللي جات من شوية على الشاشة انه يبقى ديانج هو اللعيب اللي بيثبت في عملية الخروج بالكرة او حتى في الارتداد الدفاعي في عمق الملعب لقى بمركز 6 وانه مروان يساهم في عملية الخروج بالكرة لانه ابتدى بعد وجود شكر ناجيب نزول احمد شريف بتتكلم على فريش ليكز راجل مهاجم بيضغط دايما على الاتنين المدافعين يبقى في العيب التالت كان متنفس في الخروج بالكرة هو مروان عطية فده ماشي بقى خلاص فده كان الشكل اللي حد بكل ريال عبيه ودي التكلفات عشان كده عاب منعم اول مراح راح نادى على ديانج ونادى على مروان ادىهم التكلفات الجديدة وانه عاب منعم هيبقى مراحل دايما شوية ناحية الشمال يقفل مع مروان عطية وديانج هو اللي هيبقى مسؤول في عملية التدوير طول الوقت انه هو كون تحت الكرة في مركز ستة عشان كده مشوفناش اي خطورة لفاركو بعد التغييرة دي اللي كانت تديها خمسة وسبعين مشوفناش اي خطورة لفاركو ولا من على الاطراف ولا في العمق بقى ابتالى فاركو يعمل ايرلي كروسز او يعلق كرة في منطقات الجزاء وده اللي كان عايز كولر عشان يأمن الثلاث نقاط لانه كان ابتالى يحصل عملية اجهاد حتى مع التغييرات في الفرقة الجري كتير اللي حصل الشوت التاني عظيم جدا